صباح الخير تستمر عمليات فرز الأصوات في الولايات المتحدة الأمريكية وسط تنافس شديد بين المرشحين الرئيس المتهي ويلايته دونالد ترامب والمرشح عن الحزب الديمقراطي جو بايدن وتتفاوت نسب الأصوات من وسيلة إعلامية إلى أخرى في وقت سجل في الكونغرس الأمريكي التعادل بين الديمقراطيين والجمهوريين في 46 صوتا وبقيت ثماني أصوات غير محسومة والمرشح الفائز بالرئاسة الأمريكية عليه الفوز بـ 270 صوتا من كبار الناخبين في كل الولايات الأمريكية وحصل بايدن حتى الساعة على 236 صوتا مقابل 213 لترامب ويرجح أن لا تعلن النتائج اليوم بانتظار وصول كافة الرسائل المرسلة بالبريد وهي ستصدر يوم الجمعة المقبل أو ما بعد الجمعة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن منذ قليل أن النتائج ممتازة ونحن فزنا بهذه الانتخابات وهدفنا التأكد من نزاهتها من أجل نزاهة البلاد ونستعد للاحتفال بالفوز واتهم ترامب الحزب الديمقراطي بمحاولة سرقة الانتخابات ولن نسمح لهم بذلك ولا يمكن السماح بتوالي وصول الأصوات بعد أغلاق صندوق الاختراع بدوره أعلن مرشح الرئاسة الأمريكية جو بايدن بأنه لن تنتهي الانتخابات حتى يتم فرز كل صوت ونشعر بأننا في وضع جيد أشار رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي إلى أن وزير الصحة اقترح خلال اجتماع اللجنة أقفال البلد أربعة أسابيع لكن لم يتخذ القرار بسبب الانقسام في الأراء داخل اللجنة ولفت عراجي إلى أن هذه الحكومة يبدو أنها تحاول تأجيل اتخاذ قرار الأقفال العام قدر الإمكان تفاديا لتدعيته خصوصا في ظل الرفض التام من القطاعات الاقتصادية وبالتالي رمي مسؤوليته على الحكومة المقبلة أضاف خلال الشهرين المقبلين سنكون أمام واقع صعب جدا وعلينا أن نعمل لمواجهة الأسوأ ومن شأن قرار الأقفال أن يمنح الفرصة والوقت للمستشفيات الخاصة كي تجهز الأقصام الخاصة بكورونا وتأمين الأسرة المطلوبة أضاف عراجي لو يتم منح مبلغ 220 مليون دولار المخصص لدعم السلة الغذائية ولا يعرف كيف ومن يستفيد منه لو يمنح للقطاعات الاقتصادية والعمال والموظفين الذين سيتأثرون من الأقفال سجلت أسعار المحروقات صباح اليوم انخفاضها جديدا إذ انخفض سعر صفحتها البنزين 95 أكتان 500 ليرة و98 أكتان 800 ليرة وكل من الديزل والغاز 400 ليرة أفادت غرفة التحكم المروري عن حركة مرور كثيفة من المدينة الرياضية باتجاه نفق سليم اسلام بسبب تجمع المياه على جسر الكولة كذلك حركة المرور كثيفة في خلد باتجاه الكوستفرافا الأزاعي واضبي باتجاه جلدي بالدورة الكارنتينة مدخل بيروت الجنوبي باتجاه بيروت غزير جونية زؤم كيل أيضا تسجل حركة سير كثيفة الموجز انتهى شكرا للمتابعة عودة إلى يوم جديد والزميل إلي حوشان